السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله هنكمل في صورة البقرة في الصفحة رقم 17 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها عندي نون ساكنة في وسط الكلمة تمام شايفها نون الساكنة خالية من التشكيل بعدها سين السين حرف حروف الإخفاء يبقى عندي هنا إخفاء في نون الساكنة من آية شايفة نون الساكنة على رأس الحق وقلت لك إن نون الساكنة لما تشوف عليها رأس الحق اللي هي علامة السكون في القرآن تعرف إن انت عندك إظهار حلقي لو جدت بين كلمتين أو جدت في نص الكلمة هتعرف على طول إن انت عندك إيه إظهار حلقي همزة أو ها أو عين أو حا أو غين أو خار يبقى ما ننسخ خلاص إخفاء من آية عندي نون الساكنة وبعدها همزة إظهار حلق الهمزة سبقت حرف المد اللي هي الألف الساكنة المفتوح ما قبله يبقى دا تعرف مدل إيه؟ البدل طب مد البدل بيمد كم حركة؟ حركتين اللي هو من ملحقات المد الطبيعي آية أو تنوين بالكسر وبعده همزة أنا بظهر التنوين تمام؟ لأن جات عندي الهمزة وهي من إيه؟ من حروف الإظهار الحلقي أو نونسها ننسخ نونسها ها عندي نون ساكنة في وسط الكلمة وبعدها سين ها نفس الوضع إخفاء إخفاء النون الساكنة أو نونسها نأتي بخير منها عندي تنون بالكسر بخير منها والراء مرققة تمام؟ علشان الراء متحركة بكسر فهيبقى عندي الراء مرققة وتنوين بالكسر وبعده ميم والميم عليها الشدة قلتلك في الإضغام هيكون عندي إضغام بغنى وهو إضغام إيه؟ كامل إضغام كامل منها منه منهم كلها على طول فيها إظهار إيه؟ حلقي قلتلك إيه؟ رأس الحق فوق الإيه؟ النون الساكنة دي متطرفة بين كلمتين وعندي هنا في وسط الكلمة تشوفها بأي شكل في وسط الكلمة أو متطرفة بين كلمتين تعرف على طول انت عندك إظهار حلقي من غير حتى ما تبصه ولا تشوف الإيه؟ الحرف والحرف اللي بعدها الهاء هو حرف الحرف الإظهار الإيه؟ الحلقي منها أو ها حرف المد وبعدين هنا في همزة في كلمة تانية وده المادة الإيه؟ المنفصل المادة المنفصل بيمادة حركتين أو أربع حركة أو مثلها ثأول ثاني عندي هنا عند الوقف؟ خلاص طبيعياً لو وصلت هيبع عندي هنا إيه؟ الهمزة هي؟ فيكون عندي مادة إيه؟ منفصل أو مثلها ألم تعلم تمام؟ ده في الوصل ألم تعلم الميمة الساكنة المظهرة أن الله على كل شيء قدير النون المشددة بتغني معاه بكام مقدار حركتين وشيء قدير عندي تانون بالكسر وبعده قاف حرف الحروف الإخفاء وعندي هنا الرأة مرققة أصبحت ساكنة سبقت بياء مادية لو وصلت هيبقى عندي تانون بالضم قلت لك الشكل ده بيبقى في حالة الإظهار الحلقي ده التانون الضم الوحيد اللي بيبقى مش ضمطين بالشكل المعتاد بتاعها إنها بيكون ضم معكوفة على التانية بيبقى في الإظهار الحلقي وعندي مادة عرض للسكون لو أنا وقفت يبقى لو وصلت هيكون عندي إظهار حلقي وقفت هيبقى عندي مادة عرض للسكون لو وقفت الرأى هتبقى مرققة لو وصلت الرأى هتبقى مفخر تمام يبقى في حالة الوصل لها أحكام وحالة الوقف لها إيه أحكام ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض عندي ألم وتعلم ميم ساكنة مظهرة ميم ساكنة مظهرة إظهار شفوي للميم الساكنة لما تشوف الميم الساكنة عليها رأس الحق تعرف أنت عندك إظهار شفوي لما نشوف النون الساكنة عليها رأس الحق تعرف أنت عندك إيه إظهار حلقي تمام الميم الساكنة خالية من التشكيل هيبقى عندك الحكمين يا إما إظهام مثلين صغير أو إخفاء شفوي ألم تعلم أن الله هنون المشددة له ملك شايفين بعدها الضمير عند الواو الصغيرة اللي هي علامة مد الصلة لإيه؟ الصغيرة ملك السماوات والأرض عندي طبعا الرأي هنا مفخمة وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير عندي ميم ساكنة وما فيش عليها رأس الحق يبقى عندي حكتين يا إطغام مثلين صغير يا إما عندي إظهار إيه إخفاء إيه؟ شفوي طيب عندي حرفين حرف الميم دو جات بعدي الميم الساكنة هيبقى في عندي إطغام مثلين صغير وضع ما تقول دي في التانية وبقى حرف مشدد زي ما أنت شايفه كده أو أن يكون عندي هنا باء وفي الحالة دي هيكون عندي إخفاء خلاص والميم الساكنة ما بيبقاش عليها حركة ولا بيبقى عليها رأس الحق وما لكم لن تنطق إطغام كامل وما لكم من وتدي الغنة بتاعتك حركتين من دون نون ساكنة وبعدها ده الحرف من حروف الإخفاء تمام من دون الله موها شايفين نون ساكنة وبعدها واو حرف الحروف ينمو إطغام بس إطغام ايه ناقص هنا إطغام كامل اللي هنا في حالة الإطغام المثلين الصغير عندي بيكون في حالة الإطغام بغنة تمام لما يكون حرف المشادة ده وده إطغام بغنة بس في الواو ما بيبقاش عندي إطغام كامل إنها بيبقى إطغام ناقص ناقص إنها بيفضل صفة من صفات النون الساكنة أو من التنوين ولي ولا تنوين بالكسر وبعد وحرف حروف الاطغام نفس الواضح اطغام بايه بغن نصير عند الوقف هتبقى عند مد عرض السكون الرأ مرققة في الحالتين لو وقفت هتبقى مرققة لو وصلت هتبقى ايه مرققة ايضا علشان هي متحركة بكسر طيب لو وصلنا هيبقى تنوين بالكسر وبعد وهمزة حرف الحروف همزة وهاء وعين وحاء وغين وخاء اظهار حلقي تمام ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ام ميم ساكنة مظهرة تريدون ان تسألوا تري ري ري الرأ مرققة الرأ مرققة ان تسألوا نون ساكنة وبعدها تا حرف الحروف الاخفاء يبعا عندنا اخفاء تسألوا رسولكم ميم ساكنة مظهرة كما سئل موسى من نون ساكنة وبعدها قاف حرف الحروف الاخفاء وطبعا الغنة في الاخفاء في الحالة دي هيبقى فيها ايه تفخيم لان طبعا ده حرف من الحرف المفخمة والغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا الباء مقلقا علشان ساكنة سكون اصلي من قابل تمام ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ومن يه عندي نون ساكنة وبعدها ياء ينمو اضغام بغنة الكفر الرأ طبعا متحركة فتح مفخمة بالايمان فقد ده المقلقلة ضل اللام طبعا نتخلي بالك علشان ايه الترقيق بتاع سواء فيها ايه مد متصل واجب مد متصل واجب يعني واجب المد معي اربع او خمس حركات السبيل فيها ايه فيها مد عارض للسكون عند عند الوقف عليه ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا ود كثير عندك الثاء طبعا واللسان بتاعك عندك هنا الثاء واللسان كثير من تنوين بالضم وبعده ميم حرف حروف الاضغام بغنة واضغام كامل الشد عليها من اهل نون ساكنة على طول تعرف على طول وتقول لي على طول اظهار اظهار حلقي علشان عليها رأس الحق من اهل الكتاب لو يردونكم من ميم ساكنة وفي حالة الميم بجاء بعدها وميم مشددة شايفة ايه تعرف عندك انت عندك اضغام ايه مثلين صغير من بعد نون ساكنة وعليها ايه الميم الميم دي لما تشوفها مع النون الساكنة او في التنوين هتلاقي في ضمة واحدة او كسرة واحدة او فتحة واحدة هتعرف على طول انت عندك اقلاب هو يقلب النون الساكنة او التنوين ميمان قلب النون الساكنة دي او التنوين ايه ميمان وطبعا ما عندي فيها ايه بيبقى فيها غنة طبعا موجودة من بعد من بعد من بعد ايمانكم كفارا حسدا عندي ميم ساكنة مظهرة وعندي تنوين بالفتح كفارا حسدا هتلاقي ان انا اظهرت الايه التنوين يبقى عندي هنا همزة وهاء وعين وحاء وغين وخاء اظهار ايه اظهار حلقي طب لما انا وقفت على حسداه انا وقفت على تنوين بالفتح لما توقف على التنوين بالفتح بيكون عندي دا دا نوع من انواع المد وهو مد الايه مد العوض بيمد معايا حركتين وهو من ايه ملحقات المد الطبيعي طب لو وصلت كفارا حسدا من عندي انفسهم هيبقى عندي تنوين بالفتح وبعده ميم حرف حروف ينمو اضغام بايه بغنة من عند ها شايفي نون الساكنة على طول اظهر ايه حلقي نون عليها رأس الحق عندي انفسهم نون ساكنة في وسط الكلمة وبعدها دا الحرف الحروف الاخفاء حرف الحروف الاخفاء انفسهم نون ساكنة وبعدها فاء والفاء حرف الحرف الاخفاء خلي بالك الاخفاء خمستاشر حرف فهو طبعا اكبر حكم من احكام نون الساكنة والتنوين انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ميم ساكنة وبعدها ميم عندي هنا ايضا ايه اضغام مثلين صغير عندي اقلاب لنون الساكنة من بعد نفس الاقلاب ها من بعد ما تبين لهم الحق القف هنا هتقلقل علشان احنا ايه وقفنا عليها فلما وقفنا عليها اصبحت ايه ساكنة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بامره عندي الرأي هنا مرقق وعندي عند الوقف ما يبقاش عندي في مد صلة الا لو انا وصلت فلما أقول فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير لو أنا وصلت أطلع عندي مادة الصلاة الكبرى اللي أنت شايفه ده وبقى أصبح مادة الصلاة كبرى وده نوع اللي هو مادة الصلاة صغرى وكبرى الكبرى عشان هنا همزة شايفها الهمزة دي كانت السبب أنه إحنا بقى عندنا بدل ما كده الياء دي كانت في الصغرى الوحدة هنا بقى عليها علامة المادة اللي أنت تشوفها دي فده بيعامل معايا معاملة المادة الإيه المنفصل إن الله لو أنا بدأت وقفت هنا وبدأت كده ما فيش عندي مادة صلاة كبرى إن الله نون مشددة على كل شيء قدير عندي تنوين بالكسر وبعضه قف حرف حروف الإخفاء وعندي قدير فيها طبعا إيه مادة عارض للسكون عند الوقف إراء هتبقى مرققة عند الوقف عند الوصلة هتبقى إراء مفخمة وعندي تنوين بالضم وبعده إيه وبعده واو وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لو أنت وقفت على الزكاة هيبقى فيها إيه؟ هيبقى فيها مادة عارض للسكون وكلمة وآتوا فيها طبعا الهمزة سبقت إيه؟ سبقت حرف الإيه؟ الماد فهيبقى عندي مادة بدل تمام؟ الهمزة هاة سبقت الإيه؟ ألف المادية ولو قفت هنا هتبقى فيها مادة عارض للسكون وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لأنفسكم مرت معايا على طول نون ساكنة وبعدها فاء حرف حروف الإخفاء ميم ساكنة شوف مفيش عليها إيه؟ الرأس الحاء تعالى على طول أنينت عندك يا ميم يا باء طب عندي هنا ميم هيبقى عندي إضغام إيه؟ مثلين صغير عندي نون ساكنة عليها رأس الحاء اللي يسكون تبقى على طول إظهار حلقي عرضي حرف الخاء اللي هو حرف 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 الحروف الإظهار الحلقي الرأي هنا متحركة بكسر فهتي بقى إيه؟ مرققة تنوين بالكسر وبعده تاء التاء حرف الحروف الإخفاء وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يبقى إخفاء وعندي عند الله فيها إخفاء نون ساكنة والدال خلاص لفظ الجلال الله لما وقفنا عليه أصبح فيه مادة عرض للسكون هتوصله هيكون في مادة طبيعية إن الله بما تعملون بصير عندي نون مشددة في إن تدي لها الحركتين بتوعها وعندي بصير هيبقى فيها الرأي لما نقف هتبقى مرققة عشان أصبحت ساكنة لو وصلنا هتبقى مفخامة عندي مادة عرض للسكون عند الوقف لو وصلنا هيبقى مادة طبيعية طب لو وصلنا هيبقى في تنوندو الضم وبعد وو وحرف حروف الإضغام بغنة ينمو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا وقالوا لن يدخل نون ساكنة وبعدها هيئة إضغام بغنة تمام الدال مقلقة يدخل الجنن مشددة حركتين إلا من كان نون ساكنة وبعدها كاف حرف حروف الإخفاء يبقى عندي إخفاء نون مشددة اضغام بغنة وعندي دال مقلقة ها هودا أو تنوين بالفتح شوف في النقط هيكون عندك إظهار حلقي واضح جدا همزة ها عينحا غينخا أو نصارا تلك أمانيهم عندي ميم الساكنة المظهرة قل هاتو برهانكم إن كنتم صادقين ميم ساكنة مظهرة وعندي نون ساكنة هيئة وبعدها كاف الكاف على طول اعرف بقى الحروف دي من تكررها تقدر إن انت يكون القواعد بقى بدأت تثبت عندك الكاف حرف الحروف الإخفاء إن كنتم تا حرف إخفاء يبقى عندي إخفاء في النون ده هي وإخفاء في النون دي يبقى أنت الإخفاء حلا وسط بين إضغام وبين إظهار وسط بينهم فأنت لنت بتظهر النون ولا أنت بتضغمها يعني ما بتنطقهاش إن كنتم صادقين ميم ساكنة مظهرة وصادقين هيبقى فيها ايه مادة عارض للسكون عند الوقف عليه بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مَنْ أَسْلَمَ نون ساكنة أها على طول قولي على طول إظهار حلقي علشان نون عليها ايه الرأس الحالية علامة الايه السكون أسلم وجهه شايف بعدها الضمر فيه هنا وو صغيرة اللي هي مادة الصلاة الايه الصغرى وَهُو مُحْسِنُ فَا تنوين بالضم وبعده فا حرف حروف الإخفاء فَلَهُ أَجْرُهُ ها شايف مادة الصلاة الكبرى عندي الجيم دي مقلقلة قطب جد أجروه بعدها الضمر فيه مادة الصلاة يبقى ده مادة الصلاة كبرى ده مادة الصلاة صغرى عندي هنا في مادة صلاة صغرى كمان عين ده مرت معايا ها الدال جد بعد نون الساكنة تبقى إخفاء ربه ها شايف مادة الصلاة بعدها الضمر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِم شايف التنون بتضم وقلتلك ده بيبقى في الاظهار الحلقي عليهم عندي هنا ميم ساكنة مظهرة وَلَا هُم ميم ساكنة مظهرة يَحْزَنُونَ فيها ايه؟ مادة عارض للسكون هنقرأ الصفحة بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو نوسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن شاء الله نلتقي على خير في درس قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته